لم تتدخر القوى السياسية المهيمة على المنشهد العراقي جهداً لتعزيز سطوتها بشتى الوسائل التي لم تستثني حتى القوانين المهمة آخر فصول سسلة الإجراءات التي تتخذه السلطات لتعزيز هيملتها ترجمها اتفاق المبدئي وصلت إليه القوى السياسية الرئيسة من أجل عادة قانون انتخابات سانت ليغو وتمريره وفق ما كشفت مصادر برلمانية فالتفاهم المبدئي جاء بعد اجتماعات عديدة بين قوى المنضوية ضمن اتلاف إدارة الدولة المشاركة في حكومة السوداني أما عن الأسباب التي دفعت باتجاه عادة تدوير هذا القانون الذي ألغي تحت ضغط ثورة تشرين فتتمح وروح حول فشل القوى الموالية لإيران في الانتخابات الأخيرة على الرغم من تمكنها من تشكيل الحكومة وفق نهج المحاصصة الطائفية وهو عرف المستمر منذ نحو عقدين وإلى جانب ذلك يغضي القانون على أي أمل متبقل للنواب المستقلين وهو ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد وتتجاهل القوى المهملة الرفض الذي يثيره القانون داخل أوساط عديدة فعلان نواب في الإطار التنسيقي عن موافقة النواب المستقلين تفندها تصريحات لعدد من هؤلاء النواب غير المحسوبين على الإطار شددوا فيها على رفضهم القاطع للقانون الذي يرون أنه يكرس سطوة الأحزاب الكبرى ويسمح بمشاركة شخصيات صدرت بحقها أحكام بقضايا فساد في الانتخابات المقبلة ومنذ استحابه من المشهد بعد الانتخابات الأخيرة لا يزال موقف التيار الصدري غامضاً لكن الكثير من المحللين السياسيين يرجحون لجوء مقتد الصدر لورقة الشارع إذا ما أصر الإطار التنسيقي على تمرير القانون بالصيغة التي يريدها في هذه الأثناء تتعالى الأصوات الشعبية المطالبة بإلغاء القانون حيث انعكست ملامح الغضب الشعبي في مدن عديدة من خلال انطلاق تظاهرات هي الأوسع من نوعها منذ تشكيل حكومة السودان وهو ما قد يهدد بإعادة ثورة لن تطيح بحكومة السودان فقط وإنما بالعملية السياسية برمتها ترجمة نانسي قنقر